اهلا بكم. لعبة زي كبيرة جدا وملينا حاجات كتير منوعة ممكن تتعامل فيها. ده غير ان اللعبة نفسها طويلة. فالرفيب بتاعتها هرتأخر واتخب مننا وقت. بس قلنا نعملوكم فيديو عندما طبعنا عن اللعبة بعد ما لعبنا اول عشر ساعات فيها. عشر ساعات يعتبر تلت اللعبة. وده ولا حاجة. لان بعد ما اللعبة بتخلص في حاجات كتيرة جدا بنتفتح. زي مسلا دارك زون صعبات جديدة ومهمات يومية. وغير من الحاجات اللي لسه ما جربناهاش لحد دلوقتي. واللي هكون ليها تأثير كبير على عمر اللعبة. فلو محتوى كان كويس اللعبة هتعيش وهرتلعب. انما لو كان ضعيف هيكون وصيرها زي وهتموت. بس هو لازم يكون كويس لان الخطة اللي عاملناها لللعبة معتمدة على وجود لعبين كتير بلعب اللعبة باستمرار. فالمحتوى الاضافي كله هيكون مجاني وهينزل على شكل حلقات وشخصيات الجديدة. الشخصيات الجديدة هتفرق في ايه? وهتفيد ازاي? لسه ما نعرفش بالزبط. لان ده برضو جزء من الاند جيم كونتنت. بس هتوقع هتكون جديدة او مسلا لإستخدام نوع معي من انواع الاسلحة. وهيكون كل ده طبعا بطريقة ما بين كل الشخصيات المختلفة. لكن غير ان المحتوى مجاني مش هيكون سهل فتحه. ولازم الناس تلعب كتير عشان تقدر تفتحه. الا لو انت شاري سيزون باس. فهتقدر تلعب كل مهمات الاضافية قبل باقي الناس بسبعة ايام. والشخصات الجديدة هتجيلك بشكل مجاني من غير ما تدعب وتفتح نفس النظام اللي عاملينه بالزبط. واللي شغال كويس جدنا لحد الوقتي. فلو محتوى الاند جيم كويس اتوقع لعبة تنجح النجاح اللي مفروض تنجحه. كيفية بقى الكلام عن اللي جاي والاند جيم وخلاني نتكلم شوية عن اللي احنا جربناها لحد دلوقتي. القصة زي ما توقع بالزبط. الاحداث كلها في واشنطن والبيت الابيض هو مركز العاملات بتاعتك. والمكان المركز اللي هتحرك منه جوه واشنطن. المدينة متضمرة بسبب المرض اللي انتشر. والفوضى اللي حصلت والعصابات اللي اتكونت. كانت بتحكي عن بداية الاحداث دي كلها. انما متعمقة شوية في الاحداث. فالاحداث دي حصلت من فترة. واللي خل العصابات تكون مشكل منظم اكتر. وكذلك الناس. بدأوا يعملوا مجتمعات زغيرة ويجمعوا بعض ويحموا بعض. بيبدأوا يعملوا اكلهم والمية بتاعتهم وغيره. فالجزء التاني من زي ديفيجن جايب القصة من ناحية انتريستين جدا. لان واشنطن الديفيجن ما تدخلوش فيها خالص في بداية الاحداث او الانهيار اللي حصل. والثابت للمدنيين العادين اللي صرفوا فيها. فالمدنيين قاوموا العصابات وبدأوا يعملوا مجتمع زغير ليهم وانظام يعيشوا فيه. التقدم في لعبة المعدل بتاعها كويس جدا. مش سريع قوي. وفي نفس وقت مش بطيء. فمش هتحتاج تعمل نهائي وده انجاز في حد ذاته. لانك لو عملت المهمات الفرعية والانشيطة اللي ممكن تعملها في كل منطقة. هتلفل بشكل مناسب للتقدم من المنطقة اللي بعدها. بالعكس كمان انت مش لازم تخلص كل حاجة عشان توصل لليفل المناسب. العكس اللي كنت بتخلص كل حاجة في وتقعد تعيد في نفس المهمات اكتر من مرة وتعمل فيها عشان توصل لليفل المطلوب للمنطقة اللي بعدها. غير كده التقدم مش بيكون في القصة وقوة وليفل شخصيتك بس. فكل ما انتها في الخريطة فيها اكتر من سفها واستدار تفتحهم وتحرك منهم لمهمتك وتقابل فيهم ناس حقيقيين بتلعب معاك اللعبة. زي زا ديفيجن هون بالزبط. لكن غير كده كمان في حاجة اسمها مستوطنات ودي مجتمعات زغيرة الناس عملت عشان يعيشوا فيها بامان ويعملوا اكلهم وشربهم وينظاموا دوريات حماية. المستوطنات دي كل ما تخلص انشطة اكتر في الخريطة بتزيد فيها حاجات اكتر وبتفتح فيها حاجات جديدة واللي بيزود لك انشطة فرعية اكتر ممكن تعملها في المكان. فيه تلات حاجات اساسية ممكن تعملهم في اللعبة. وهما طبعا المهمات الرئيسية والمهمات الجانبية واللي ليها علاقة بالقصة بشكل مباشر فهناعتبرها مهمات رئيسية لكن زغيرة شوية. وتلات حاجة هي تحرير المنطقة من اماكن انت مركز العصابات وتخلي المقاومة او الوطنين يستعيدوا السيطرة على واشنطن. والاماكن اللي بتحررها دي ممكن تستخدمها كنوقة عشان تصدق في التنقل في الخريطة بشكل اسرع. النقطة بقى في توزيع الانشطة دي في الخريطة. فهي متوزع الطريقة عبقارية جدا الصراحة. طريقة ممكن تخليك تعملهم بالترتيب ورا بعض كلهم. فران واحدة بس من غير ما تقعد تروح وترجع وتعام لاماكن مختلفة. فهتلاقي مكان معين في الخريطة. لو تحركت منه هتجد تخلص الانشطة كلها بالترتيب. ودي حاجة عبقارية جدا. لانك مش هتحس انك بتضيع وقت في التنقل خالص. الانشطة في رعاية بقى مهمة جدا من ناحية القصة. زي مثلا لما تلاقي راديو على الارض. او ايه كو في مكان ما. الراديو بيكون في تسجيل صوتي لناس بتتكلم هتعرف منهم ايه اللي حصل في واشنطن. وازي الناس بدأت تقاوم العصابات. لان احداث القصة الرئيسية مش هتحكي لك الاحداث اللي فرد خالص. هتحكي لك اللي جاي بس. والايكوز بتكون تصوير مرئي وصوتي لاحداث حصلت في مكان معين. هتعرفك برضو واشنطن وصلت لكده ازاي. برضوها لحاجات معين اسمها متوزع في الخريطة وممكن تجمعها. برضوها لمهمات الفرعية بيتجاب لك برضو منهم حبة حلوين. ودي اللي انت سادمهم في او جريد الشخصية بتاعتك. اللعب هي وده معناه ان الهيتشوت مش هتدل بضرب واحدة بس. بل بتعمل دامج زيادة. فانت هتعمل لنفسك بلد معينة. في البداية بلد مش مهمة قوي اللي انك بتلفله على طول وبتغير الاسلحة والدروع بتاعتك بالسمرار. لكن في النهاية هتكون البلد دي الحاجة الفريقة بينك وبين العبين التانيين. فكرة درع مسلا او شنطة او ماسك بيكون لها قوة معينة على حسب بلولو. بالضافة لافكت زيادة زي مسلا قوة للاسكيلاب بتاعتك او قوة الاسلحة او الصحة بتاعتك. بالاضافة ان الدروع لو من نفس النوع بيكون لها اضافات زيادة. بالاضافة بقى لحاجات ممكن تركبها على الاسلحة او الادواء بتاعتك او حتى الدروع. بيزاوي قدرات معينة على حسب قدرات تانية. زي مسلا اسكوب للسلاح بزاورة دقة لكن بتقلل نسبة للضربة الحارجة. او قوة الهيتشوت مسلا. وكذلك لبقى لادواء بتاعتك على حسب ندرتها. فلنما ندرتها بتزيد التعدلات اللي ممكن تضيفها بتزيد برضو. واللسه هيتش دي اللي بتجمعها عمل اللويتنج في المناطق في الخريطة او من المهماتها في الرعية. بنستخدمها في افجرد الشخصية بتاعتك. وفتح بيركس وسكلات جديدة. عمانة فيديو مخصوصة عن النقطة دي بيشرحها بالتفصيل. ممكن تروح تشوفكم هيعلانة الاي لفوق او لينك تحت في الدسكريبشن عشان تعرف الاسكلات الجديدة عاملة ازاي. حاجة كمان عايز تتكلم عنها وهي الجرافيك واداء اللعبة. الجزء الاول من زا ديفيجن كان نازلين مع انفيديا ومستخدمهم تقنيات جرافيك من انفيديا ولي كانت نسبيا كويسة بالرغم ان الجرافيك اللعبة عموما كان متوسط. انها مرادة ومفاجأة ان هم اشتغلوا مع ايم دي في الجرافيك وقدموه لنا صراحة مستوى من الجرافيك فوق المتوقع بكتير جدا واداء مستقر جدا جدا. المودلز والتيكتشورس حلوين جدا. الاضاءات فوق الممتازة. والن العكاسات فعلا مبهرة. فالجرافيك في على مستوى تاني خالص من من ناحية جوجة الجرافيك والاداء المستقر. وعلى رغم ان اللعبة مصادن فيها تقنيات ايم دي الا انها كانت شغالة على كروت انفيديا كويس جدا. لحال دلوقتي قدمت لنا كل حاجة كويس جدا. لكن عشر ساعات مش كفاءة خالص عشان نقدر نحكم على اللعبة او نكون رأي كامل عنها. لان زي ديفيجن تو لعبة المفروض انها هتبدأ تتغير وتتحول وتقدمنا جديد بعد تلاتين ساعة لعب. فلسه قدامنا كتير نستكشفوا فيها. فشاركنا في الطريقات رأيك وتوقعاتك لنجاح او فشل زي ديفيجن تو. وكده نكون وصلنا هاتف الفيديو بتاعنا بليت لو اعجبك الفيديو. تعمل لايك لو انت جديد في القناة او مرة شوفنا. ايضا شكرافنا وتعمل سبسكرايب والا حتى الفيديو اللي جاي. السلام. اشتركوا في القناة